السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء في مدارس هبط الله ورحب بكم أجمل ترحيب في درسنا الحادي عشر في كتاب التربية الإسلامية للصف الرابع ودرسنا اليوم هو كلمتان حبيبتان إلى الرحمن في درسنا اليوم الحديث الشريف سنتعرف على بعض الأمور الخاصة بالحديث وأهداف درسنا اليوم أولا قراءة الحديث بشكل صحيح خالي من الأخطاء ثانيا تفسير معاني الكلمات الواردة في الحديث ثالثا التعريف براوي الحديث ورابعا معرفة موضوع الحديث وما يرشدنا إليه وخامسا ذكر سمرات الذكر لنقرأ الحديث معا قراءة صحيحة خالية من الخطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على الليسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا هو حديثنا الذي سنتناوله اليوم بالشرح والتوضيح وسنأتي إلى تعريف براوي الحديث وراوي الحديث كما عرفنا هو أبو هريرة الصحابية الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه لقب بأبو هريرة أذكركم لأنه كان يربي هرة صغيرة ويعتني بها فكان لقبه أبو هريرة أما عن فضله فكان له فضل كبير حيث كان من أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث الشريف تعالوا بنا نتعرف على معاني أو الكلمات الواردة في الحديث ونوضحها معا وأول كلمة نأتي إليها اليوم هي ثقيلتان خفيفتان على الليسان أي أنهما نطقهما سهل كلمتان خفيفتان على الليسان أي عند النطق بهما لا يشعر الإنسان ولا بتعب ولا بجهد ثقيلتان في الميزان أي أجرهما عظيم عند الله تعالى ثقيلتان في الميزان أجرهما عظيم عند الله تعالى سبحان الله هي كلمة تقال لتنزيه الله عن كل عيب ونقص والمقصود بالتنزيه أي إبعاد الله عن التشبيه بمخلوقاته أو أن نصفه بشيء من العيوب أو النقص الموجودة في المخلوقات هذه هي معاني الكلمات الواردة في الحديث حديثنا اليوم هو جاء فيه توجيه نبوي يدعونا إلى المحافظة على ذكر الله وورد في هذا الحديث ذكر الرحمن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن لماذا خص ذكر الرحمن في هذا الحديث؟ نقول الرحمن لها دلالة ودلالتها أن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة بعباده فهو يجزيهم على العمل القليل الثواب الكثير في حديثنا اليوم توجيه نبوي وإرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المحافظة على ذكر الله تعالى وترديد ذكر خاص وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ماذا يحدث إن حافظ المسلم على هذا الذكر؟ فبذكر الله عز وجل هذا الذكر الخاص ينال المسلم الثواب العظيم والأجر الكبير ويكسب رضى الله سبحانه وتعالى لأنه ينزهه ويبعده عن التشبيه بكل مخلوق والمقصود بذلك تنزيه عن كل عيب ونقص الله عز وجل أيضا مدح الذاكرين الله تعالى والذاكرات أي الإنسان المسلم الذي يحافظ على الذكر فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة في هذه الآية إشارة إلى أن الله عز وجل سيغفر للذاكرين والذاكرات السيئات والذنوب التي يرتكبونها كذلك سيعطيهم الأجر العظيم يوم القيامة هذه كانت توضيح ما فهمناه من الحديث الشريف وسنختم بثمرات ذكر الله عز وجل أي ما الفوائد التي يحصل عليها المسلم إن حافظ على الذكر بشكل عام أولا راحة القلب والشعور بالطمأنينة ثانيا الابتعاد عن الغيبة والنميمة والغيبة هي ذكر مساوء الشخص في غير حضرته يعني من غير أن يكون موجود أما النميمة فهي ذكر ما ليس في الشخص من المساوء بعدم وجوده ثالثا الفوز بمغفرة الله تعالى رابعا كسب رضا الله تعالى وخامسا تيسير الأمور وتفريج الكرو هذا كان ما حمله درسنا لهذا اليوم ختمنا بثمرات ذكر الله سبحانه وتعالى وهكذا نكون قد ختمنا درسنا شكرا لحسن المتابعة ودمتم بحفظ الله شكرا لحسن المتابعة من درسنا